اكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية واقتصاد الوطني على اهمية تعزيز التعاون الدولي المشترك وتوحيد كافة المساعي الرمية الى تسريع وطيرة النمو الاقتصادي ودعم الاقتصاد الاخضر ومواكبة اخر التطورات التكنولوجية بما يحقق النماء المنشود واشار معاليه لاحرص مملكة البحرين على مواصلة تنويع القاعدة الاقتصادية وبناء اقتصاد اكثر مرونة تماشيا مع اهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ومتابعة صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وهو ما تم تأكيده في كلمة البحرين خلال القمة الاولى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الاوروبي عبر دعم مختلف مسارات التعاون الدولي بما يعود بالنماء والازدهار على الجميع جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها مع لي في الاجتماع الوزاري مع صندوق النقد الدولي بحضور السيدة كريستالينا جورغيفا مدير عام صندوق النقد الدولي تحت عنوان صندوق المستقبل وبمشاركة السيد خالد حميدان محافظ مصرف البحرين المركزي ومحافظي البنوك المركزية ورؤساء المؤسسات المالية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان وذلك في إطار الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي المنعقدة في واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية وقد أشر معليه للأدوار الهامة التي يطلع بها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي مؤكدا معليها مية تفعيل تلك المؤسسات عبر تعزيز التعاون المشترك ومضاعفة الجهود المبذولة من أجل تحقيق النمو الاقتصادي المستدع كما أكد معلي وزير المالية والاقتصاد الوطني على أهمية تفعيل دور الصندوق في مواجهة تحديات تغييرات المناخ ودعم الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية مشيرا إلى أهمية توحيد الجهود للحد من الصراعات بما يسهم في دعم مساعي السلام والازدهار لصالح مستقبل الأجيال القادمة ترجمة نانسي قنقر